هذا وتعددت الزيارات التاريخية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمملكة البحرين ولا طالما كان الهدف من تبادل هذه الزيارات تعزيز الترابط بين الشقيقتين البحرين والسعودية بالعلاقات الأخوية الوطيدة المتميزة نشهد أنك أصيل طيب الفالي اشتغت مملكة البحرين إلى زيارته كي تعرب له حجم الحب والوفاء والتقدير القائد الفذ منذ أن كان أميرا للرياض كان يقوم كعادته بالزيارات المباركة لإخوته القادة في دول مجلس التعاون وعلى رأسها مملكة البحرين تأكيدا على عمق العلاقات المتينة والوطيدة بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عبر التاريخ وقد تكون زيارة الضيف الكبير للبحرين في ستينيات القرن الماضي خير شاهد على تلك الجولات الخيرة في المنطقة حيث كان سمور الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين آنذاك في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي كان أميرا للرياض آنذاك وتغديرا واحتراما لسموه استفى جموعا قفرة من المواطنين للترحيب به لدى وصوله لبلده الثاني البحرين ودائما تكون هذه اللقاءات الأخوية بين الأشقاء تحمل طابع أهل ودي ولكنها تمتزج ببحث عميق لأبرز المستجدات على كافة الصعود وفي الموضوعات ذات الإهتمام المشترك زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحظى اليوم كما حظيت دوما اهتمام كل أهالي مملكة البحرين قيادة وشعبا فالمملكة العربية السعودية لها في وجدان كل بحريني مواقف خالدة ستظل في قلوب شعب مملكة البحرين وفي صفحات التاريخ الوطني الخليجي